مع بعض القانون اللي بينظم عمل العربات المتحركة في الشهر ماذا تعرف عن قانون عربات الطعام المتنقلة؟ أي عربات الطعام؟ بيفرض القانون دفع مبلغ عشر تلاف جنيه لأول مرة عشان تاخد الترخيص لمدة ثلاث سنين تدفع خمس تلاف جنيه سنوياً لما تيجي تجدد الترخيص يعني انت دفعت عشر السنة جي السنة الجاية علشان ثلاث سنين ترخيص السنة الجاية هتدفع خمسة واللي بعدها خمسة واللي بعدها خمسة يعني خلال ثلاث سنين هتدفع حوالي تلاتين ألف جنيه رسوم أخرى غير معلومة ده ده اللي لسه معلوم فيه رسوم أخرى غير معلومة الجهات الإدارية بقى هتحددها علشان تستكمل الورق لأن انت طبعاً هتعمل مفاعل زري مش هتعمل عربيد فول ولا حاجة طيب هيه كمان يا جماعة من المعلومات يلزم صاحب عربة الطعام تركيب جي بي اس لازم تركيب لنا في العربية بتاعتك جي بي اس عشان نعرف نجيبك لمتابعة العربة من قبل الجهاز الإداري للمدينة أو المحافظة الطابعة لها الكلام ده ظاهرياً كويس بس واقعياً هيبقى للابتزاز والناس اللي شغالة في مجلس المدينة احنا عارفين الكلام ده والإتاوات لا يحق لمن هم دون سن تمنتاشر عام ترخيص عربة الطعام شكراً جداً للحكومة اللي مش عايزة حمالة أطفال ده ده باند كويس جداً لا يومنا حترخيص لمنع حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمان شكرين جداً ده باند كويس جداً كمان يعني ما نقدرش نقوله هار كده بس يا ترى الناس دي هيبقانيهم مجالات تانية اشتغلوا فيها ولا بنقول لهم روحوا في الشارع علشان تشتغلوا بلطجية ومجرمين طيب يعاقب القانون بالحبس شهر وغرامة حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أو إحداهما لمن قام بهذا العمل دون ترخيص مش حقول لك لا كويس تقنن العمل بالشكل ده القانون ينطبق على بقية عربات الفول والطعمية والبطاطا والحمص والدرى المشوي العرسوس والصميت والحلويات ده طبعاً يعني الخواجة لما يفلس بقية يدور في فترة القديمة فيلاقي الناس قاعدة بيديع في الشارع يقول لك إيه ده الرجل اللي بيبيع صميتة بنص جنيه ولا بجنيه ده ما بيدفعش للدولة لا تعالوا نقول إن احنا عايزينه يبقى كويس هما طبعاً مش حطين بند بالنسبة لموضوع القطعمات وإنه ما يكونش عنده مرض يقول لك تعالوا نعمل قانون كده شكله إن احنا عايزين نخلي الدنيا كويسة بس الواقع الحقيقي إن احنا عايزين نبتز الناس وناخد منهم فلوس ترجمة نانسي قنقر